فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ثم قال لنبيه ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله مولي ولا واق يقيك من عذاب الله سبحانه وتعالى فهذا تحذير لهذا النبي وتحذير لأمته من أن يتبع أهواء أهل الكتاب ورغبات أهل الكتاب أو غيرهم وإنما المطلوب اتباع الحق وأما أننا نرضي الناس فهذا لا يمكن أبدا لأن رضى الناس لا يمكن ليس كل الناس سيرضون عنك أبدا وليس المطلوب أنك ترضي الناس المطلوب أنك ترضي الله جل وعلا ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من التمس رضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس